نشرة الأخبار السابع صباحا بتوقيت تونس التاسع صباحا بتوقيت القدس المحتلة نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية أهلا بكم جيش الاحتلال الصهيوني يطلق فجر اليوم عملية عسكرية برية في لبنان بمساندة جوية ومدفعية وفي ظل التطور المتسارع والخطير للأحداث في لبنان عودة 260 تونسيا مقيما بلبنان اليوم لأرض الوطن في رحلة خاصة على متن الخطوط التونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد يوصي بأن يكون مشروع قانون المالية لسنة القادمة قائما على تحقيق التوازنات المالية والعدالة الاجتماعية ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جربة إلى 15 ضحية دخول شركة الأهلية المحلية العبادلة المختصة في نقل العاملات الفلاحية باسبيطلة من ولاية القصرين حيز العمل كانت هذه عنوين النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل في ظل التطور المتسرع والخطير للأحداث في لبنان تنظم سفرة تونس ببيروت اليوم الثلاثاء رحلة خاصة على متن الخطوط الجوية التونسية لفائدة 260 تونسيا مقيما بلبنان كنعبر عن رغبتهم في العودة الطوعية لأرض الوطن وأوضحت أنه تم تحديد قائمة 260 مواطنا المعنيين بالعودة في هذه الرحلة من بين 404 مطالب حجز تلقتها السفارة مشيرة إلى أن تحديد القائمة أخذ في الاعتبار الأولويات الأمنية والصحية والحالات الإنسانية وفقا لجملة من المعايير وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية عسكرية برية في لبنان بعد أيام من شنغارات جوية أدت لاستشهاد أمين عام حزب الله حسن نصر الله والعديد من مساعديه لجانب نحو ألف شخص آخرين في مناطق عديدة من البلاد وأعلن جيش الاحتلال في بيان أن العملية برية محددة جنوب لبنان ووفقا لقرار المستوى السياسي وتأتي في إطار تحقيق أهداف الحرب لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم مضيفا أن العملية البرية ترافقها مساندة جوية ومدفعية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد لنظيره الإسرائيلي يواف جالانت أن واشنطن تؤيد تفكيك البنى التحتية الهجومية التابعة لحزب الله على طول الحدود اللبنانية مع الدولة العبرية وذلك بعيد شن إسرائيل عملية برية محدودة وموضعية جنوبي لبنان وفي منشور على منصة إكس وجه الوزير الأمريكي أيضا تحذيرا شديد اللهجة لطهران متوعدا إياها بعواقب وخيمة حسب قوله إذا ما شنت هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل في مقابل ذلك أفادت صحيفة معاريف العبرية بأنه تم إطلاق خمسة وثلاثين صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل خلال أربعين دقيقة بعد منتصف الليلة البارحة وفي بيانات متتالية أعلن حزب الله نعقصف عدة أهداف وتجمعات للجنود الإسرائيليين في مواقع بينها مستعمرة يفتاح وبيت سيدة ومربض الزعورة بالجولان المحتل مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة جراء تلك الاستهدافات وفي الأثناء أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن يحيى سريع أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية شمالي البلاد متواعدا بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة بتصعيد العملية العسكرية في الفترة المقبلة وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني على لبنان دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن توصي باستخدام القوة تماشيا مع قرار أصدرته عام 1950 إذا لم يستطع مجلس الأمن وقف هجمات إسرائيل في قطاع غزة وفي لبنان أردوغان حثت دول الإسلامية على اتخاذ خطوات اقتصادية وديبلوماسية وسياسية ضد إسرائيل للضغط عليها لقبول وقف إطلاق النار مضيفا أن هجمات إسرائيل ستستهدفهم أيضا إذا لم يجري إيقافها قريبا يأتي ذلك في إطار رفض تركيا ودول الاتحاد الأوروبي التهديدات الإسرائيلية بعملية برية في لبنان داعين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان وتجنب مزيد من التصعيد واستهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان القيادية البارز في الجناح العسكري لحركة فتح منير المقدح حسب ما أفد قيادي من داخل المخيم لوكلة الأنباء الفرنسية وأوضح القيادي أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل نجل اللواء منير المقدح مؤكدا أنها أسفرت عن وقوع إصابات لكن من دون أن يتأكد في الحال ما إذا كان المقدح الذي تقول إسرائيل إنه قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان موجودا داخل المنزل لحظة استهدافه أم لا يأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس في وقت سابق أمس أن قائدها في لبنان فتح شريف أبو الأمين استشهد في غارة استهدفت مخيما للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان مع زوجته وابنه وابنته إلى شأن الوطني الآن أوصى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس برئيس الحكومة كمال المدوري بضرورة أن يكون مشروع قانون المالية للسنة القادمة قائما لا على تحقيق التوازنات المالية بناء على اختيرات البلاد الوطنية فحسب بل وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية أيضا وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة عدد من المعالم الديوانية وإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن شغل وآخر للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي كما تناول هذا اللقاء مشروع أحداث خطوط تمويل خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية لبعث مشاريع تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع وشدد رئيس الجمهورية على أن العدالة والإنصاف يقتضيان أن يساهم الجميع في ظل نظام ضريبي شفاف وعادل أساسه نظام الضريبة التصعدي الذي أثبتت عديد التجارب المقارنة نجاعته في تحقيق العدالة والإنصاف تقرر في ختام أعمال مجلس وزاريا انعقد أمس بإشرف رئيس الحكومة كمال المدوري حول الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة الفين وخمس وعشرين تقرر الإذن باستكمال إعداد صيغة نهائية لمشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة تمهيدا لإحالته على مجلس وبالشعب في الآجال الدستورية وأبرز رئيس الحكومة أهمية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة خمس وعشرين في إطار رؤية الدولة وتوجهاتها والمتمثلة أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار مع مواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية ومثل الوضع الأمني العام في البلاد محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سوفيان بالصدق وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مضعفة الجهود للتصدي لكل أنواع الجرائم كما تناول رئيس الدولة حدثة غرق القارب التي جدت على بعد خمسمائة متر تقريبا من سواحل جزيرة جربا وأصدى رئيس الدولة تعليماته بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وبإماطة اللثام عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة والغريبة إذ أن جزيرة جربا لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية وارتفعت حصيلة ضحايا حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية فجر أمس بسواحل جزيرة جربا إلى خمس عشرة ضحية فيما بلغ عدد الناجين واحدا وثلاثين شخصا وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي بالنسبة للحصيل المحينة حاليا 31 من بين الناجين تم انتشال 15 جزيرة من بينها 3 رضع وهذه من نيابة العمومية لفرقة الأشياء البحري بجربا دي البحث في هذا الموضوع وبالنسبة لعمليات البحث عدنا وحداتنا ما زالت موجودة خاصة لتوشيط السواحل خاطر في بعض الحالات نجم نقاو بعض الجثث أو بعض المفقودين اللي نجم يكونوا خارجين على المستوى البحري بالتالي تم تنصيق بين مختلف أجهزة الأمنية والعسكر لمتابعة هذا الوضع البقيق نيابة العمومية اذنت لفرقة الأشياء البحري بجربا باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محظر عدلي في الغرض للوقوف على سبب وتدعيات هذه الحالة بالنسبة للجنسيات هم كلهم جنسيات تونسية مع هذا جوز جانب كانوا موجودين في المركب مع تونسا في عملية الإبعار خلسة ويذكر أنه تم تعرف على شخصين اثنين من منظمي عملية الهجرة غير النظامية وهما في حالة فرار ويجري التثبت من هوية شخص ثالث في علاقة بالحادثة حسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتح البكوش نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقدم نشرة الأخبار دائما من الإذاعة الوطنية التونسية تم عشية أمس بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع على ثمان اتفاقيات بين المجمع الكيميائي التونسي وعدد من الشركات الوطنية والأجنبية للتسريع في استكمال مشروع مصنع ثلاثي الفصفات الرفيع بالمضيل الثنين بولاية جفصة وزيرة صناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شبوب بيّنت أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم مكانة تونس في الأسواق العالمية من خلال إنتاج الفصفات الرفيع والحامض الفسفوري توقيع الاتفاقيات الخاصة في إنجاز مشروع مصنع المضيل الثنين وهو يعتبر دليل واضح على حرص الحكومة على تحسين الأستثمار سيما التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى خاصة في مجال قتاع المناجم والأسمن بالكيميائي وبالتحديد إتمام مشروع ثلاثي الفصفات الرفيع بالمضيل الثنين لبالغ الأهمية التي يكتسيها حيث أنه من المتوقع إنتاج 400 ألف طن سنويا من ثلاثي الفصفات الرفيع و180 ألف طن من الحامض الفسفوري وتجد الإشارة أن هذا المشروع يتكوم من أربع أقصاد بلغت نسبة تقدم الأشخاص في أغلبها 99% دخلت أمس شركة الأهلية المحلية لعبادلة المختصة في نقل العامليات الفلاحيات بإصبيطلة من ولاية القسرين حيز العمل وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عبدنبير ميلي أن الشركة التي تأسست منذ سنة والمتكونة من 70 منخرطا قد تحصلت على تمويل قيمته 300 ألف دينار من البنك التونسي للتضامن لاقتناء حافلتين صغيرتين لنقل العاملات في القطاع الفلاحي في الجهة بشكل آمن يساعدهن على تخفيف مخاطر طريقهن نحو الحقول تم أمس إمضاء اتفاقية بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن لإحداث برنامج خصوصي جديد لتمول موسم الحبوب 2024-2025 لإسناد قروض موسمية وستوجه هذه القروض التي سيقع إسنادها عن طريق البنك التونسي للتضامن أساساً لفائدة صغار منتجي الحبوب وستسند طبقاً لشروط تفاضلية وبإجراءات مبسطة ودون توفير ضمانات عينية ودون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية لا تتجاوز خمسة بالمئة تحيي تونس اليوم الثلاثاء اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار تقصي الهشاشة لدى كبار السن ورعايتهم من أجل شيخوخة آمنة وتنظم وزارة الصحة بالمناسبة جملة من الأنشطة التوعوية للتحسيس بأمراض شيخوخة وتقصيها ومنها يوم طبي متعدد لاختصاصات بمركز رعاية كبار السن أم الخير برواد تتلوه أيام طبية بمراكز كبار السن بكافة الجهات السابعة صباحا واربع عشرة دقيقة بتوقيت تونس التاسعة صباحا واربع عشرة دقيقة بتوقيت القدس المحتلة هكذا النص المستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري أمنه لكم شهاب الحجداوي وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا فاروق الزارعي وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عنوين موسيقى جيش الاحتلال الصهيوني يطلق فجر اليوم عملية عسكرية برية في لبنان بمساندة جوية ومدفعية موسيقى وفي ظل تطور المتسارع والخطير للأحداث في لبنان عودة 260 تونسيا مقيما بلبنان اليوم إلى أرض الوطن في رحلة خاصة على متن الخطوط التونسية موسيقى رئيس الجمهورية قيسس عيد يوصي بأن يكون مشروع قانون المالية لسنة القادمة قائما على تحقيق التوازنات المالية والعدالة الاجتماعية موسيقى ارتفاع حصلة ضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جربة إلى 15 ضحية موسيقى دخول شركة الاهلية المحلية العبادلة المختصة في نقل العاملات الفلاحية بيسبيطلة من ولاية القصرين حيز العمل موسيقى شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعين الكرام المشور متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد متابعة طيبة للجميع إلى اللقاء موسيقى